يا الله أتى كتير الجراح إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال يا علي أمصي وصيتك والله أمصي يا علي وصيتك صاح علي لا أريد إلا أولاد فاطمة خرجوا الناس ومعهم العباس قال ابني عباس لماذا خرجت قال أبا أنت قلت أولاد فاطمة وأنا ابن الخادمة قال لا بني لا بني أنت قرد عين الظاطمة والله أنت قرد عين الظاطمة جلس العباس عليه السلام يا علي جلس العباس عليه السلام نظر الإمام حلي إلى الحسن ثم نظر إلى الحسين ثم نظر إلى العباس ثم نظر إلى زيناء زيناء الله 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 يقول قال ابني زيناء بعطني يدك زيناء بعطته يده قال ابني عباس اعطني يدك أعطاه يده حطي داب نظر إلى زيناء قال ابني عباس أنت كافل يوم العاشر من محرر يوم العاشر بعد بعد اسمع أنت كافل يوم العاشر الإمام علي ألصى وصيته قال الله الله بالصلاة الله الله بالصام الله الله بالزكاة الله الله بقراعة القرآن الله الله بأسيركم الله الله بالحج لما أمير المؤمنين أكمل وصيته ثم بكاء سألته الزينب قالت أبا لماذا بكيت قال زينب أبكي عليك قالت أبا وما يبكي قال الزينب أراك تبخنين هذا البلد مسبية ثم نظر إلى الحسين قال ولدي حسين أنت تغطي العقشانة حلو الأرض تسمى كربلاء وحلى نهرا يسمى الفرائيات ولا يكون لك ماطرا ولا محين صاح الحسن أبه أنا أكون لها محينا ولا صر قال لا يا أبا محمد إنك مصيبتك مصيبة تزاع شردتك في الطيش ثم نظر إلى العباس يا عباس يا عباس يا عباس قال ولدي عباس أنت تقطع يدك اليمنى ثم اليسرى وحلى أبا محمد وحلى أبا محمد يدك ثم تضرب بعمود من حديد والله تضرب بعمود من حديد والله يا عباس يا صان خدري اسمع بعز زينب لما أكملني إمام علي عليه السلام وصيته قال ولدي حسن تغسلوني وتكفلوني ويكون قبري اسمع جهز زين وعلي وعلي زينب سلام الله عليها لما شأنه نحي اسمع زينب يا الشايلين يا الشايلين بالله عليك خلي والله بعلي والله عليك خلي أنا بلا يقول أبو ما بي حالة والله ما بي حالة يا 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 لا أريد أن خط أراك الموالي للنجاب عن ابن نبي طالب أريد أن حاجتي منك يا حيدار أريد أن حاجتي منك يا حيدار